ماذا فعل صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم حين زاروا الاهرامات قبل كده اتكلمنا ان التطرف ضد الحضارة وان التطرف والارهاب مهمته الاساسية ان يظهر ان انا امه بلا حضارة وبلا تاريخ وبلا ثقافة وبلا امجاد تليدة فضية الامام الاكبر شيخ الازهر دكتور احمد الطيب بتكلم قبل كده وقال ان التماثيل ليست حراما ده فن نحت وليس صناعة لاوثان او اصنام وانه قيام الجماعات الارهابية بهدم المتاحف وهدم التماثيل وهدم منجزات الحضارة الانسانية السابقة هو امر لا صلة له بالاسلام دكتور اسامة الازهاري اتكلم في برنامج تليفزيوني وشرح وعزز هذا الرأي بمصادر علمية تؤكد ان الاسلام لم يقم ابدا بهدم التماثيل ولا بهدم المتاحف ولا بهدم الحضارات العريقة التي وجدت قبل الاسلام دكتور اسامة الازهاري قال ان الصحابة حين فتحوا مصر قام الصحابة بزيارة الاهرامات ولما زروا الاهرامات تعجبوا من روعة الاهرامات ونقشوا اسماءهم على حجارته لكن ما حولوش هدم الاهرامات ولا قاموا بهدم ابو الهول ولا قاموا بهدم اي تماثيل في مصر شمالا او جنوبا اذا دكتور اسامة الازهاري بيقول ان الصحابة زاروا الاهرامات ولم يقم احد من الصحابة باي عملية هدم او يطالب باي عملية هدم للاثار المصرية العظيمة ابو جعفر الادريسي تحدث في مؤلفاته عن زيارة الصحابة للاهرامات وقال ان هو شاف كتابات بخط الصحابة بخط ايادهم وكتبوا عبارات التوحيد على بعض الحجارة اللي موجودة في الاهرامات انما بيؤكد ابو جعفر الادريسي ان هم زاروها بتقديم وانما تأملوا هذه الروعة اللي في هذه الاهرامات ولم يقم احد منهم بان هو يدين على الاطلاق وجود اهرامات او وجود تماثيل او وجود اثار فرعونية قديمة في مصر وقت الفتحة مرجع اخر في فارس لما دخل المسلمين الى بلاد فارس ولما دخلوا ايوان كسرة اللي هو القصف الملك الفارسي ايوان كسرة وجدوا تماثيل سواء تماثيل لحيوانات خيول وغيرها او تماثيل لبشر يعني تماثيل انسانية لانسان او تماثيل او تكوينات لبعض الحيوانات كالخيول وكان في هذا الايوان حين فتحت فارس سيدنا سعد ابن ابي وقاص وسعد ابن ابي وقاص هو من كبار الصحابة واحد العشر مبشرين بالجنة لم يقم سعد ابن ابي وقاص بهدم هذه التماثيل او ازالتها او ازالتها لم يقم بتدمير هذه التماثيل ولا بما وجد في ايوان كسرة من حضارات قديمة ومن اشكال منها التماثيل وغير التماثيل وانما قام وصلى صلاة الفتح وصلى الى جواره مسلمون صلوات اخرى ولم يقم المبشر بالجنة سعد ابن ابي وقاص بهدم اي تمثال وجده في ايوان كسرة ايضا مرجع مهم اعتمد عليه دكتور اسامة الازهاري هو الامام الحافظ الاندلسي الامام الحافظ الاندلسي عنده كتاب مهم اسمه الاكتفاء في كتاب الاكتفاء للامام الحافظ اكد صلاة سعد ابن ابي وقاص في ايوان كسرة وقال وقال انه ترك تمثيل لخيول ولبشر وصلى ولم يقم على الاطلاق بازالة هذه التمثيل او ادانتها او الكلام عنها انها تستحق الازالة انما صلى سعد ابن ابي وقاص والتمثيل موجودة في ايوان كسرار كما زار الصحابة مصر وزار الاهرامات والتمثيل موجودة وتأملوا روعة هذا البناء الفرعوني العظيم اذا من فتوى الامام الاكبر الى هذا التعزيز من مصادر تاريخية وفقية وسير مهمة للدكتور اسامة الازهاري بنصل الى انه الاسلام لم يتعامل مع الاثار باعتبارها اوثان الاوثان اوثان الاصنام اصنام ما كان يعبده الناس من دون الله انما ده غير ما تركته الحضارة القديمة وما تركه اصحاب الحضارات العريقة فالاسلام لم يكم الا بهدم الاصنام التي كانت تعبد في مكة قبل الاسلام انما فرق الاسلام بين الاصنام وبين النحت وبين فنون العمارة وبين ابداعات الحضارات الاخرى السابقة علشان كده في حين ان المسلمين هدموا الاصنام التي كانت تعبد في قريش الا ان كبار الصحابة حين زاروا مناطق الحضارات القديمة مثل الحضارة المصرية او الحضارة الفارسية لم يكم الصحابة بهدم اي مثال وكان من بينهم من هو بوزن المبشر بالجنة سيدنا سعد ابن ابي وقاص ما يفعله تنظيم داعش وما يتفعله تنظيمات اخرى وما يقوله متطرفون كثر في كل مكان هو غير صحيح وهذا هو موقف الاسلام وموقف الحضارة الاسلامية من الحضارات السابقة اشتركوا في القناة